سلام عليكم يا نورا يا بنتي وعليكم السلام يا ماما ملك يا بنتي حزينة ودبلانة كده ليه عايزاني اعمل ايه بس يا ماما وانا جوزي فرحه النهاردة عايزاني يعني افرح وانبسط والله حس بك يا بنتي وحس باللي قلبك فيه علاء ابني ده طول عمره ما يملاش عينه غير التراب بقى نورا اللي وقفت قدام الدنيا كلها وحربتها علشانه يعمل فيها كده بقولك ايه يا بنتي ما تشوف اي حل كده عشان نمنع الموضوع ده ده انت دكتورة وشطرة ومتعلمة يعني انت يا حمايتي مش موافقة عالجوازة دي طبعا يا بنتي مش موافقة اول حاجة عشان هيكسر قلبك وتاني حاجة عشان الناس اللي هو رايح يتجاوز من عندهم دول ناس طمعين وطمعنين في ابني الناس دي مش عايزينه عشان بيحبوه لكن انت يا بنتي اللي شلته فق راسك على الحلوة والمرة وكفايا اخلاقك وادبك وكفايا ان انت ست متعلمة وانت فيك ايه يتعيب بس ده انت حلوة هو زي الفل وزي الامر رايح يجيب لنا واحدة لا اصل ولا فاصل شوف يا بنتي اي حل اتصرفي ده انت متعلمة ومتنورة حل ايوا يا بنتي حل يمنع المصيبة دي طب انا هقولك على حاجة ايه يا بنتي قولي انت عارفة يا حماتي انا بحب علاء قد ايه وانا عمري في حياتي مهأزيه انا عارفة يا بنتي وانت عارفة انا قد ايه قلبي مأهور عشان النهاردة كات بكتابه عارفة يا بنتي انا جات لي فكرة كده فكرة ايه دي يا بنتي انا هجيب منوم وحطه في الشاي هينيمه يومين وهركب له محلول عشان يغزيه يعني طوله اليومين اللي هو هيبقى نايم فيهم عشان يروح عليه نومة ولما يصحوا يفوق هقوله ان انت تعبت مرة واحدة وان انت اغمى عليك وانا خدتك وعملتلك الاسعافات الاولية دي فكرة حلوة قوي مستنية ايه يعني انت موافقة على الموضوع ده يا حماتي انا موافقة طرع ما هي حاجة مش هتقذبني خلاص موافقة طيب هو بره دلوقتي بيجيب حاجات عشان كتب الكتاب اول ما يجي انا هعمله كوبية شاي يشربها وحط له فيها المنوم ايوة يا بنتي وانا همشي ولا هفضل هنا لا خليك معايا خلاص وماله هفضل قعدة معا كده وهو بيشرب كوبية الشاي عشان حتى يبقى متطمن وما يشكش في حاجة خلاص يا حماتي انا هنزل بسرعة كده اجيب شوية الحاجات اللي انا اقولك عليها دي من الصيدلية وهاج على طول ماشي يا بنتي ربنا معاك عن اذنك بقى ربنا معاك يا بنتي ربنا ينصرك يا بنتي عليهم النهاردة لا حول ولا قوة الا بالله خلاص يا صاحبي تعب عليك مش هتأخر عليك والله هشرب كوبية الشاي واجيلك على طول حبيبي عقبالك يا صاحبي يلا بقى سلام سلام مش عارف اقولك ايه يا حبيبتي والله جاية في يوم فرحي يوم كتب كتابي وتقف جنبي انا مش عارف اشكرك ازاي علي بتعمليه معايا هو انا يا علاء لو ما وقفتش جنبك مين بس اللي هيقف جنبك ربنا يخليك اللي ومحرمنيش منك ابدا ماشي يا حبيبي خد بقى كوبية الشاي اشربها ماشي يا حبيبتي تسلم ايدك يلا يا حبيبي بقى اشربها كلها اذا انا عاملها لك بايداية وطعمها زي الفل حاضر حاضر تسلم ايدك اشرب يا اخوي اشرب ايه ده انا دماغي دقلت كده ليه انا حاسس اني عني مزغللة مش قادر مش قادر افتح عيني علاء علاء حماتي يا حماتي تعالي تعالي يا حماتي طمينيني يا نورة مفيش خطورة على حياته يا بنتي لا يا ماما طميني ما تقلقيش هو انا يعني هقزي يا حماتي ما انت عارف انا بحب قد ايه هو دلوقتي نايم ما تقلقيش بكرة بالليل حيفوق ويصحى ان شاء الله انا بقى ايه هروح اجيب له المحلول عشان يغزيه يعني الكم ساعة اللي هينام فيهم والله طمينتي قلبي يا بنتي وفرحتيني ده انا كان قلبي واجعني قوي ان هو هيتجوز عليك ويجيب لك درة حبيبة قلبي يا حماتي تسلمي لي يا حبيبتي مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه يلا يا بنتي روحي هات اللي انت هتجي بيه وانا هقف جنبه هنا علي ما تيجي ماشي ماشي حاضر ايوا كده عشان تفتري على امرأتك وتظلم بنات الناس يا مفتري مالها امرأتك ده حلوة وزي الفل ومتعلمة وست كمل ايه يا ابني اتصلت عليه محدش بيرد استغفر الله العظيم يا رب ابو بعدين وبعدين يا محمود تعبنا هيروح عالفادي تعبنا هو ده كان عليش يتفوت اصلا اديني بيحاول يرن علي تاني اهو ده كان هيقببنا كلنا على وش الدنيا ما هو الحظ عارف صحابه ما بيردش برضو على التليفون وبعدين يا بابا هنعمل ايه هنعمل ايه في الورطة اللي احنا فيها دي والله يا ابني ما انا عارف اقول لك ايه انا قاعد على اعصابي مش عارف هعمل ايه واختك يا ابني هنقول لها ايه اختي ايه هو بتاع ايه انا دلوقتي مش فختي طبعا يا ابني ما هي اختك دي كل حاجة هي اهم شيء مهلو لها مكادش الجوازة دي هتمشي اطلا انا دلوقتي في العارس اللي هيروح مننا دا والخير الكتير اللي كان هيعم علينا دا احنا كنا هنقبع على وش الفتة ما هو انت من غير اختك دي برضو مش هيجيلك اي حاجة يا حزين اهي اختي دي طول عمرها محزوزة بس مش عارف مين اللي بصت لها في الجوازة دي بقولك يا بابا هو كده كده هيجي اسمع انت مني بقى لو جه لازم يكتفه حط التكتيفة اسبر بس علي ايوه هو دا الكلام عايزك تمضيه على كل حاجة بصامه بصامه ايده ورجل دا انا همضيه على اللي وراه واللي قدامه دا انا لازم يخليه كده على الحديدة هنفضه كده هنفضه الحقي يا حماتي فيه ايه يا بنتي تليفون علاء بيرن من بدري مكتوب يا اخو مراتي التانية وانا مش عارف اعمل ايه رد عليهم رد عليهم يا بنتي رد علي وهقول لهم ايه قول لهم ان علاء طفش منكو هرب عرف ان انتو علاء طمعين ونصبين وان بنتيكو دي كانت بيرا ومش لاقي حد يتجوزها المعقولة يا ماما ايوه يا بنتي ايوه ما تبقاش طيبة زيادة عن اللزوم ما هيطبتك دي اللي وديتك في داهية ما تبقاش خايبة رد عليهم اقول له الكلام اللي انا قلتهولك الو ايه يا عاريس انت فين انا مش العاريس يا خويا امال انت مين انا امراته والعاريس بيقول لكم ان انتو علاء نصابة وطمعين واختك بيرا ومش لاقي حد يتجوزها ومش هيجي كتب الكتاب ايه 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 احنا نصابين ايوه نصابين علاء هو اللي بيقول كده اه يا واتي يا الماما يا زبالة هو كان لقي حد يرضى بيه ولا يتجوزه وربنا ما هسيبه قول له محمود ورقو الزمن طويل مش هيسيبك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده انت بتهددنا ولا ايه يلا غور غور في ستين دهية ايوه كده عايزك تبقي شطرة ونصحة اللي انا عملته ده هو الصح مش كده يا حماتي ايوه يا بنتي جدعة شطرة انا هدخل كده اتطمن على علاء واشوف المحلول اللي انا علقته له يلا حبيبتي عايزة حاجة اعمل هالك لا يا حبيبتي شكرا ربنا يقبر بخطرك يا رب روحي يا بنتي ربنا يصلح حالكم ويكفيكو شر المستخبي هيا يا بنتي تمنيني ما تقلقيش يا ماما هو خلص المحلول كلها خمسة قيق ويفوق طب الحمد لله ده انا مبسوطة وفرحانة قوي والفرحة مش سيعاني ان الجوازة دي بازل الحمد لله يا حماتي علاء علاء اهو بيفوق بيفوق يا ماما ام يا اخويا الف سلام عليك اه دماغي دماغي بيوجعني على مهلك يا حبيبي ده انت كنت تعبان في ايه ايه اللي حصل اه يا دماغي ده انت تعبت تعبت مرة واحدة كده اغمع ليك وجالك دق في التنفس ده انت كنت هتروح مني يا علاء انا انا حصل معي كده ينهرب يد يا ابني ده انت كنت هتروح منينا ده ربنا ستر انت بتقوله ايه بتقوله ايه انا حصلني كده والعروسة وجات بالكتاب العروسة يا ابني اهلها اتصلوا علينا وشتمونا وقالوا كلام وحش قوي عليك ازاي الكلام ده ازاي الكلام ده يحصل ايوة يا ابني ده احنا حتى قلنا لهم ان علاء تعبان قوي تعالوا عشان تزوروه شتمونا وبهدلونا أنا وامراطك وقالوا عليك كلام وعلينا كلنا وبهدلونا آخر بهدلة العروسة العروسة هم اللي قالوا كده ويا ابني العروسة وأهلها وإحنا يعني هنجدب عليك ليه مش عارف ايه يا ابني اللي كان حدثك عن ناس دي ده ناس وحشين قوي وطمعين وليه ليه يقولوا كل الكلام ده هو ايه يعني اللي كان حصل عشان ليه وليه قلنا لهم ان علاء تعبان آه يا حبيبي عشان بقول لهم علاء تعبان شوية وتعالشوا فوق قالوا كلام كتير صعب قوي معقولة معقولة يطلع منهم كل ده ولا فضلت جنبك طول ما انت تعبان لحد ما ربنا قومك بالسلامة لينا معقولة كده ده يبقى ناس ما عندهمش دم يعني انا عملت كل ده علشانهم وعملت عشانهم كل حاجة حلوة يقوموا يعملوا كده ما انت لازم تتوقع منهم كده يا علاء يا ما قلتلك بس انت ما سمعتش كلامي ضلطة معانين فيك ومعك مراتك حلوة وزي الفل ووردة مفتحة ومتعلمة حد يسيب الامر ده ويبص الوحدة تانية عايز تتجوز وحدة تانية عليها يا مفتري ربنا يخليك ليا يا حماتي عندك فعلا حق يا امي انا كنت غلطان الحمد لله الحمد لله اللي جات على قد كده وربنا نجاني من الجوازة دي وهما طلعوا فعلا الناس ما يستهلوش ولا لا هروح لهم ولا هعبرهم ولا هكمل في الجوازة دي ايوة يا ابني اعمل لهم حزر حزر من كل التليفونات الحمد لله يا حبيبي ان انت قمتلي بألف سلامة معلش يا نورة حقك علي ما تزعلش مني المهم دلوقتي عندي هي سلامتك ده انا ومراتك يا ابني قعدنا تحت رجليك لحد ما ربنا قومك بالسلامة ربنا يخليكوا لي ومحرمنيش منكوا ابدا ولا يحرمنا منك ابدا يا حبيبي يلا يا نورة يلا يا نورة دخل اعملي الجوزك فرخة شمرضة حلوة وشوية شربة كده بالسان العصفور حاضر حاضر يا حماتي انا مبسوطة قوي للا حصل يا بيت جوزك مش هيتجوز بقولك اه اكتمي بقى في سينك ولا كنينة عملنا حاجة افراح يا حزينة